اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا دول اهل جزء الهنود طبعا ومسبب الكورونا وكده ما بقاش فيه تجمعات او حاجات زي الاول صراحة وفيه استريكت قوي وفيه يعني دلوقتي بدقوا مرة تاني غلق وربنا يسترها علينا بسبب الكورونا يا رب العالمين والوباء ده وباء ده حيمشي على خير ان شاء الله لو كلامي مش واضح بتزعلوش مني لان ده يعني مشكلة في مخارج النطق يعني فيه عندي مشكلة نطق من زمان جدا من كنت صغيرة الامامير الصغيرين دولة اولاد احفاد يعني بنت بنت خالد جوزي والتلاتة دولة وكل واحدة لها بنت صغيرة تقريبا في نفس الاعمار يعني ما شاء الله ربنا يحفظ كل اولادنا جميعا ان شاء الله بصوا بقى انا حبيت ابعت رسالة شكر لكل الناس اللي امتبعاني شكرا يا وفاء على اللي انت متابعاني كويس وعلى طول لايقات وعلى طول مش بتتخطي المشاهدة ولا الاعلان شكرا واشكور كل الناس واحد واحد متابعني زي استاذ اشرف استاذ سعد كل الناس اللي بيخشوا بيشجعوني شكرا جدا 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 بصوا اول واحد علمني اللغة الماليبارية الاول شخص كان لابس ابي هتفبد من الرجل اللي يعني وهو كان اسمه علي اسمه علي واللي بيصور البنات ده ولابس ازرق اللي هو ده اخو جوزي الكبير اكبر واحد فيهم تعالوا بقى نشوف حكايت يام العواجز يقعد لها في عينها وعافتها يا رب يا رب عفت بالتحدي الكريم هشوفها من الشحتيفة يا رب ومجنونه وبتعطح في خلالها يا رب لالعلان زي جاي ايه كب يا زي جاي لا يا زي جاي انت عارب يا عزيز انت رب لها زي جاي عارب يا عزيز زي جوزت انت ملكش اهل انت مش عارفة ايه لا انا ليه اهل واهل كويسين جدا ومربيني كويس جدا جدا وكل البنات اللي مجوزين في الهند احنا الحمد لله بنتعرف على بعض الناس اللي لسه مجوزين واللي مجوزين عارفين بعض والايد في الايد ان شاء الله وبنتكلم تقريبا كل يوم ربنا يحفظنا جميعا بس اسمه ونصيب والحمد لله على كل شي الناس دي كلها اللي انا تربيت دولة كمان اهلي اللي انت شايفينهم دولة كلهم كمان دولة اهلي وحبيبي وعزوتي دلوقتي ربنا يخليهم لي طبعا واللي يجرحهم يجرحني وانا مقدرش على زعل واحد فيهم نهائي اول ما اتجاوزت كان فيه طبعا مشاكل وكان فيه رفض من الجهتين كل جهة تعتقد ان ابننا او بنتنا هتضيع وممكن يعني تروح يعني خلف الشمس ما بنقول ومش هترجع لصوابها تاني الا في يعني يعني لو رجعت هترجع بمشكلة كبيرة بعد الجواز يعني لو حصل الجواز فاهل جوازي كله يعني احا ماتي بالذات كانت بتقولوا لا اما تتجاوز بان واحدة من غيرنا احنا عزا نفرح بيك اا لا احنا عددنا وتقاليدنا غير هي مش تفهم مش تفهم بنتكلم بنقول ايه والكلام ده كله اا حا ماتي اول ما روحت لها اا الصراحة كانت متفجأة بي قوي بتبصيلي كده باستغراب كانت يعني اكنت كده مزجتي واحد ورشأتي في المكان ومش عايز يمشي من مكانه معرفش حسين انا اكتحمت طبعا ما كانش عندي بيت خالص غير بيت حاماتي وهناك العادات والتقاليد ان البنت بتتجوز في بيت اهلها طبعا انا مش مجا انا ما عنديش بيت ومو اهلي مش مش ينوت عشان اتجوز في بيت اهلي فطبعا رحت بقى وقعدت في قوضة كده محضرينها للصراحة وبقى كده بعد كده بدأت بتعامل معاهم شوية بشوية اه حاماتي كانت بتكلمي بالاشارات لاني ما كاش بتفهم ابدا اللغة العربية اه وكانت وقت شاول تعالي تعالي كده بصحباحة وتعالي بالاشارة كلي طبعا انا ما باعرام اكل اشمي بس جيحة من بعيد رحتي البهركة ساعتها فضيحة مش قادر اكل اي حاجة هما عاملينها هما بعملوا البهارات يعني البهارات بتحانوها في البيت الشطة والكركم والحاجات الكوركم بيجيبوه طازة وبيخسلوه وبنشفوه في الشمس او بيقدمه مطحانة كبيرة قوي بتخليه بدرة بيخسلو الكزبرة والشطة والفلفل السود تصراحة كل حاجة من الف للياء بيعملوها في البيت عندهم انواع كتير جدا من الخبز زي الشباط والبراطة والتندوري والاير رطي والبط حاجات كتير جدا 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 تعلمتها برضا بالمعاشرة معهم اللي بيغني ده محمد فارز واللي يفوشه على الطول بيتحكم بعد عن ليه عشان بيغني يستوحش فمحمد نهال وده محمد حنين كلهم محمدات اسم مركب بس الاسم اللي بعد محمد بيبقى اسم مختلف وهي دي حياتي بقيت مشا كده تعرفت على جوزي ازاي للمرة التالتة ومحاش يقول لي بيعملي التاني فيديو عن ازاي جوزت ازاي تمام ازاي ازاي انا شفت جوزي كانجور لينا وصراح حابته جدا وتعلقت به جدا ليه ايه السبب يعني مش عشان هو هندي او عشان هو آآ يعني شخص كده سبيشيال او مميز لا مفيش الكلام ده انا تعالقت بساعتها عشان كان بيروح يصلي الفرد فرده يعني الاقي كده المؤزن الفجر الدهر العصر آآ المغرب على طول بيصلي سبحان الله الصراحة علقت بي ولما جي نتعرف على بعض ونتكلم على بعض اول مرة رحت عنده المحل او الدكان هو بيبيع ملابس كده كبيبيع عبيات و مكسسوارات وعطورات وملابس زفارية الملابس الزفارية بتختلف شوية ان شاء الله عمل لكم حلقة عن الملابس الزفاري آآ يعني تبقى شوية كده طويلة هبقى وريكم يعني عشان مش تفهموني ف رحنا نشارينا ومواما صاعتها شوية حاجات وكده فكهو كان بسأله هو انت اسمك ايه قال اسمي زبير قلت له هو انت مسلم راح قال لي انا مش هرد عليك يعني ايه اسم زبير يعني قلت له اه يعني صحابي صراحة بس انا قلت اتأكد فطبعا بعد كده الحس اللي هو بيروح للمسجد وبيصلي مع والدي والكلام ده كله ومعرفش كده قلبي سبحانه الله انفتح له اه بدأت مسلا وحنا نرحل مدرسة اه كنت ساعتها في قولة سنوي احنا اتجوزنا في الفين اه وواحد الحمد لله كنت لسه متخرجة منقول يعني لسه نكحة كده في قولة سنوي والحمد لله بعد ما اه بعد ما اتجوزت هو الصراحة قال لي كاميلي زي ما انت عايزة وتعلمت وروحت بقى ايه الامتحان وانا حايمل الحمد لله اه والتاني المهم بعد بقى اتعرفت فهو طبعا قال لي انا هروح اقول لبا والدك ان انا عايز اتجوزك وكده تمام اه لاني انا عندي بنات وحرم علي اللي يعني مقبلش على نفسي مقبلش على ولاد الناس وهو كان بيتكلم كويس برضا كعربي لان هو شغال في دول عربية عمان فبس فراح عندي والدي والدي بقى عمل مشاكل كبيرة كان جاي هو وكفيد بتاعه قال له لا انا ما عنديش جواز لبناء بنات خالص للجواز وخد بعضهم ومشوا بعد كده مكان تاني والمكان تاني انا كلمته في التلفون كما رقم تلفون ارض ساعت محمول قليل جدا بعد كده هو جال في المكان ده طلبني من والد تاني والد رفض تاني وحصل مشاكل كتيرة جدا لمدة سنة ونص تقريبة فالحمد لله الحمد لله في واحدة بقى جات اقناعة الوالد وقالت له لا الجواز ده اسمه ونصيف ولو هو حتى مكتوب كتابها وربنا مش ما فيش خير فيه او كده يعني هيسيبه بعض فهي يعني لينة دماغ والد شوية الصراحة فالمنطقة دي في كوتشي كرالا كوتشي العاصمة منطقة كرالا منطقة جميلة جدا على فكرة جماعة تعالوا بقى وشوفوا بقى كرالا ونقابلكم ان شاء الله بس وبعد كده جي مرة تانية في المكان اللي احنا اتنقلنا فيه بابا تخلني معا تاني وعمل مشاكل تاني وقمنا برده كسبنا البيت وروحنا بيت ثالث وانا كلمته تاني يعني انا قصتي كانت زي حياة يعني كده حياة كده كلها مغمرات الفترة دي بالذات اني كنت عايزة وحبايا عايزة ارتبط به كشخص كان كويس وطيب والحمد لله ما زال ومش ندمانا نهائي خالص ان انا ارتبطت به واشكر ربنا ان جمعنا يا ربي دايما على الخير كده وربنا يخليك لي مع السلامة اشوفكم في حلقة تاني اشتركوا في القناة